الموعد المستحق تهم الشباب عبر ورش العمل المختلفة التي كان الشاهد والراوي عليها قاعة رادي سنبلو تقسيم المشاركون الى مجموعات هو السبيل الذي استرشده الجميع لتداول الافكار والمقترحات التي ستكون النواة للشباب في عصر الجمهورية الرابعة وما بعدها انشاءة الاقدار موضوعات وورش اليوم الثاني التي ابرزها الشباب ومشاركة المواطنة والشباب والسياسات العامة وعمل الجمعيات جلس فيها الشباب قبالة المحاضرين وهم ينصطون لكل كبيرة وصغيرة حتى لا يخيبوا امال الملايين من الشباب الذين وضعوا ثقة صنع المستقبل في فئة المشاركين هذه التي هي بدورها ايضا وضعت اليد على الخد مما يعني التفكير العميق فيما يدور هناك من اجل تقديم الافضل والاحسن وسينتهي اليوم ويليه التالي والامة الشادية كلها ستكون في انتظار مستند السياسة الوطنية للشباب الذي سيحيكه خياط المستقبل الشباب